القيروان تتجمل بحلة أنيقة وتستعد بمشاركة المجتمع المدني والمندوبية الجهوية للسياحة إلى تنشيط المسلك السياحي بالمدينة العتيقة لنفض غبار الكساد الذي أصابها لسنوات وإعادة بريقها المخطوف تأتي هذه المبادرة ضمن برنامج العنية بالمحيط السياحي بالقيروان الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الذي يمتد تيلة شهرين ليعيد إلى أحياء المدينة جماليتها ولمعالمها ألاقها وقيمتها التاريخية المشروع هذا يتجسم في حملة نظافة خاصة بالمحيط السياحي بجهوية القيروان يشمل العنية بتزويق المدينة العتيقة لدينا بعض المظاهر التي تعتبر فيها تلوث بصري في مدينة القيروان إن شاء الله نشملها مظهر ليق مدينة القيروان وتحسين المظهر العام للمدينة العتيقة التي هي قبلة الزوار وقبلة السياح الوفدين على مدينة القيروان ويضم هذا المشروع الذي يشارك فيه عدة منظمات وجمعيات القيام بحملات نظافة وتلاء وتزويق بالمسلك السياحي والتوعية والتحسيس بالعناية بالمحيط وتنظيم مسابقة البحث عن الكنز بمختلف معالم المدينة على غيرار زاوية سيد عبيد الغرياني وبيت الشعر القيرواني ومعلم باروتا وغيرها الكشفة كما تعرفها هي مقول السباقة ديما مشارك حتى يديها في أي عمل ترتربوي تثقيفي توعوي تكون نحن نكون موجودين فيها لنساطة متعنا فيه أكثر من ربريك أكثر من عنصر عنصر تجميل وتنظيف المسلك السياحي والمدينة العتيقة وفيما جزء أخرى في العناية بحديقة عمومية وجزء تجميل وتزيين لبعض الجدران هو مقسم لبليجور بارتي فما بارتي اللولانية هي حملية نظافة تجاه عملنا حملية نظافة للسيركويت توريستيك والمدينة العتيقة ومازال زادة بش نقوم بتزويق وتجميل للمناطق هذية بشتولي القروين هي وجهة سياحية ويتزامن هذا البرنامج مع الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف الذي تستعد فيه مدينة القيروان إلى استقبال ذيوفها في أبهل حلة وبلمسات جمالية ممزوجة بعبق التاريخ ترجمة نانسي قنقر